السلام عليكم أنا هباب الخير اليوم وصفتنا هتكون عن فطاير البرجر هعملها ليكم ببرجر الدجاج بخطوات بسيطة جدا كمان هعملها ليكم بعجينة مميزة قطنية هشة زي ما متعودين هحضر كمية كبيرة جدا من فطاير البرجر بالحجم العائلي بأبسط المأدير والنتيجة هتكون ممتازة جدا وهتاكلوا ألز فطاير بيرجر دجاج يعني بعد الفيديو ده هتقدر تخزن البرجر بشكل فطاير وتخرجيه على التسخين ويبقى جاهز للأكل على طول وقبل ما أكمل شرح الوصف حاب أفكركم ما تنسوش اللايك عاوزاكم توصلوا الفيديو ده الأكبر عدد ممكن من اللايكات كمان إذا أنتم جدد على القناة انزلوا حالا تحت الفيديو اضغطوا على زر اشتراك أو سبسكرايب وفعلوا جرس التنبيه هيوصل لكم إشعارات بوصفات الجديدة أول حاجة حضر البرجر بطريقة بسيطة عندي هنا كيلو من الفراخ المفرومة استخدمت الأوراق المخلية وفرمتها علشان فيها نسبة دهون هتخلي البرجر طري وإذا هتستخدموا صدور ضيفوا أربع معالق زيت في التدبيلة علشان تبقى طرية على الفراخ المفرومة هضيف نص كباية من البقصومات الناعم وعليهم هضيف معلقتين كبار من السويسوس معلقة كبيرة مستردة معلقة كبيرة كسبارة جافة معلقة كبيرة بابريكا ومعلقة كبيرة من الملح كمان تقدروا تضيفوا اختياري مرقة الدجاج دي مرقة بودرة هضيف منها نص معلقة صغيرة فقط وآخر حاجة هضيف خمس في سوستوم مفرومين كمان لللي حابب ممكن يضيف حب البيت بس أنا استغنيت عنها هبدأ اعجن كل المكونات مع بعض علشان تتوزع كويس على الفراخ المفرومة وبكده اكون خلصت عجن البرجر ووزعت كل مكونات التدبيلة على الفراخ المفرومة وعلشان هستخدمه كحشوة فأنا مش محتاجة اشكله في اوالب او باستخدام مكبس بيرجر هشكله على ايدي عادي ببساطة كده الاول هتهنقلي زيت بسيط وهاخد كل قطعة اشكلها لقراص دائرية متوسطة الحجن زي دي كده وهكمل بنفس الطريقة لحد ما خلص كل الكمية وبكده اكون خلص تشكيل الكمية كلها تقريبا كيلو الفراخ المفروم عمل معي 12 قطعة بيرجر واذا انتوا حابين ان البرجر ياخد الراوند والصمك المثالي استخدموا مكبس البرجر او اي غطى برطمان عندكم هجيب الجريل اوزع فيها زيت بالشكل ده وهسخنها كويس وهبدأ اضيف فيها اقراص البرجر وكل شوية يقلبها علشان تنضج من كل الجهات كده اول كمية نضجت تماما هاخرجها وكمل تسوية الباقي بعد ما خلص تسوية البرجر في نفس الجريل هبدأ اشوح شرايح البصل مع الزيت الباقي من تسوية البرجر اول ما البصل يدبل وياخد لون خفيف كده هاخرجه على طول نسيب بقى البرجر والبصل على جنب يبرده تماما علشان مش عاوز اضيفهم داخل العجينة وهما بحرارة عالية لازم يكونوا بحرارة الغرفة ودلوقت هحضر عجينة فطاير البرجر المقادير اللي هحتاجها هتكون عبارة عن كباية زيت كباية زبادي بحرارة الغرفة كباية مايا دافية اتنين بياض بيضة اتنين معلقة جبيرة من السكر معلقة جبيرة من الخميرة معلقة صغيرة من البيكنج بودر ورشة ملح كمان هحتاج من 6.5 ل7 اكواب دقيق حسب حاجة العجينة وياريت الديق اللي نستخدمه يكون قوي يعني دقيق متعدد لاستخدامات او دقيق مخبوزات علشان العجينة فيها زبادي لو استخدمنا دقيق ثاخر العجينة مش هتربط معانا كويس وهتحتاج كمية دقيق كبيرة جدا اول حاجة هضيف الميا وعليها السكر والخميرة هقلبهم كويس مع بعض واسبهم على جنب علشان اختبر الخميرة اذا كون الطبقة سميكة على الوش معناه انها جيدة جدا وفي بولة عميقة هضيف الزبادي وعليه الزيت بياض البيض بياض البيض يا جماعة بيخيل عجينة طرية وهشة جدا ومش بيعمل اي ريحة داخل العجينة يعني اطمنوا واذا القنين قوي تقدروا تضيفه نص معلقة صغيرة من الخلط هقلب كل المكونات مع بعض كويس جدا وعليهم هضيف خليط الخميرة الميا والسكر اللي حضرناه قبل كده هقلب تاني كل المكونات مع بعض هضيف الدقيق وعليه البيكنج بودر والملح هقلب الاول لحد ما العجينة تتقل وبعد كده هوقف تقليب تماما وابدأ اعجن بايدي كويس العجن بيكون مش اقل من عشر دقايق انا استخدمت ست اكواب ونص من الدقيق انتو معاكو لحد نص كوب زيادة تقدروا تضيفو تدرجيا اذا حاسين ان العجينة بتلزق قوي او لسه طرية ده قوام العجينة بتبقى طرية ومتمسكة مش بتلزق في الايد اطلاقا زي ما انتو شايفين كده هغطي العجينة واسبها تتخمر في مكان دافي مظلم لمدة 45 دقيقة فقط بعد 45 دقيقة العجينة اختمرت كويس هبدأ ألمها كويس بايدي هوزع قدامي شوية دقيقة وعليهم العجينة وفوق العجينة كمان هدفرشها بسيطة جدا من الدقيقة وهبدأ أقسم العجينة ل 12 قطعة متسوية الحجم وهاخد كل القطعة اكورها بالشكل ده هوزع شوية دقيقة قدامي وابدأ أفرد العجينة بايدي بالشكل ده هضيف شريحة جبنة شادر وعليها قطعة برجر وفوقها كمان قطعة شادر وبصل تقدروا تستخدموا شريح للشادر اللي بتكون جاهزة لساندويتشات البرجر اللي هي بتكون مغلفة كل قطعة لوحدها هبدأ ألم العجينة على الحشوة كده بايدي وقفلها كويس ولو فيه أي زيادة بقطعها من العجينة وده بيكون شكلها هكارر نفس الخطوات مع باقي الكمية لحد ما خلص دي أول ثانية خلصتها سبتها الأول تتخمر مرة كمان لمدة 15 دقيقة وده شكلها بعد التخمير بالنسبة للراوند والصمك بتاعها فهيثبتوا جدا في الفرن ما تقلقوش أما عن خليط التلميع فهيكون عبارة عن صفار بيض مخلوط بمعلقة صغيرة من المية كمان على الواشة هضيف سمسم أبيض ودلوقت هغبز فطاير البرجر في فرن ساخن مسبكا على حرارة 180 رف أوسط لحد ما تاخد لون دهبي من تحت بعد كده هقفل وافتح الشواية تاخد لون دهبي من فوق أهم حاجة أن الفطاير تدخل على فرن ساخن ودي بقى الفطاير الخطيرة بالبرجر بعد ما خرجت من الفرن أهم حاجة تغطوها كويس بفوتة جفة مش أقل من 10 دقايق أول ما تخرج من الفرن وهي في الصينية زي ما هي علشان تفضل طرية معاكو أطول وقت ممكن الفطاير طرية جدا وهشة قوي واخدى لون جميل كمان شكلها والراوند بتاعها بيزبط في الفرن ووقت الخبز وده بقى شكلها من جوه البرجر نتجه كامل جدا والجبنة دايبة مع شريح البصل كمان العجينة مضبوطة وهشة جدا يعني بخطوات بسيطة حضرنا فطاير بيرجر دجاج سهلة وبسيطة وطعمها حلو جدا كمان تقدروا تخزنوها لمدة أسبوع في أكياس حفظه وتخنوها تاني واللي حابب يحضرها باللحمة هسيب ليكم لينك بيرجر اللحمة تحت الفيديو وبكده تكون وصفتنا لليوم خلصت أتمنى من كل قلبي إنها تكون عجبتكم وهيزهر على الشاشة دلوقت أربع كومنتات اخترتهم عشوائي وإذا حابين اسمكم يزهر معايا الفيديو الجاي كل اللي عليكم تعملوا إنكم تعملوا لويك للفيديو ده وتسيبوا لي كومنت برأيكم تحت الفيديو كمان إذا انتم جدد على القناة انزلوا حالا تحت الفيديو اضغطوا على زر اشتراك أو سبسكرايب وفعلوا جرس التنبيه هيوصل لكم إشعارات بوصفاتي الجديدة أشوفكم على خير